والله أتمنى يا ريت موضوع البيئة اللي قلت لحضراتكم عليه في أول الحلقة أعدنا 3-4 أيام قد كده بقى يعني بوستس على فيسبوك وتويتس بنتكلم على ترياءة إنه يا ما شاء الله يا ما شاء الله إحنا رقم واحد إحنا مصر الأعلى القاهرة الأعلى مدينة تلوثا في العالم ده كان المفروض بيان أصدرته فوربس ووصفت فيه القاهرة بالمدينة الأكثر تلوثا في العالم والحقيقة إنه ما فيش فترة طويلة عدت بعد القرار ده بس بعد ما إحنا أخذناه أو بعد البيان ده أخذنا البيان ده ويعني عدنا عملنا له شير بقى لما قلنا يا بس لقينا بعدها وزارة البيئة بترد على هذه للدعاءات وبتقول إنه فيما يتعلق بما تم نشر بمجلة فوربس من تقرير احتوى على بيانات عن مستوى تلوث العالم والدوضاء في القاهرة والإشارة إلى أن القاهرة تعتبر الأولى على مستوى العالم من حيث التلوث الهوائي والدوضائي نود الإشارة إلى إنه مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح بمعنى هقول لحضراتكم بس هنا لما تيجي حركة تكتب مقالة أو أرتكل وتطلعها في بيان أو تنشرها على الإنترنت في حاجة اسمها source أو reference مصدرك إيه؟ فوربس رحت مطلعة على المقالة دي وكتبة إنه حكمت إنه القاهرة هي المدينة الأكثر تلوثا حول العالم ومفيش مصدر موجود للخبر ده يعني مصدرك مثلا منظمة الصحة العالمية مصدرك مثلا منظمات البيئة العالمية إيه مصدرك؟ مفيش مصدر فدي أول نقطة كتبتها وزارة البيئة الحقيقة كتهيلة في الرد ده مع العلم أن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية وهو ما لم يتم في جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القوامية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة وإنه شرحت بقى بعد كده إنه في محددات لجودة الهواء المحيط ملوثات يعني حاجات تفاصيل بقى فنية قوي وبيتام من خلالها التقييم العام لجودة الهواء وإنه التقرير أو المقال ده اللي نشرته فوربس ركز على أحد هذه المحددات الستة فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات الخمسة الأخرى في القاهرة وإنه طبعا بمراجعة البيانات تتبين إنه فيه تناقض مع ما هو متاح خاصة بالنسبة للجسيمات الصلبة يعني فيه تفاصيل بقى فنية رد الحقيقة بشكل تكنيكل أو فني جدا الوزارة فمتكلمة البيان طويل طبعا جدا ولكن في النهاية إذن اللي همنا إنه إذن وزارة البيئة تكذب وترد على الدعاءات فوربس عن تصدر القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثا بالوقائع العلمية وفكرة كمان زي ما قلنا إنه مفيش مصدر للبيانات أو المعلومات اللي جابتها أو اللي استمدت عليها فوربس لإصدار هذا التقيير ترجمة نانسي قنقر